بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل شرح تشابتر 1 بنيجي نقول Types of numerical control أول حاجة بنقول النومريكال كنترول اللي هي ال N C أوكي وبعدين الكمبيوتر نومريكال كنترول اللي هي C N C وبعدين ال Direct نومريكال كنترول اللي هي DNC هم يقولي ال Appropriation بتاع DNC What does DNC stand for يبنقول stands for what Direct نومريكال كنترول آخر حاجة اللي هي الكمبيوتر Aided Design and الكمبيوتر Aided Manufacturing اللي هي بنقول كاد كان يبقى دول الأربع أنواع اللي هنتكلم عليهم في ال Types of Numerical Control بنيجي بيقول لي لو تكلمنا على نوع الأولين اللي هو النومريكال كنترول اللي هو ال NC ببساطة ايه التعريف بتاعه بيقول لي Data is sent to the machine tool by means of punch cars or tapes يبقى يبقى كان زي ما اتكلمنا في slides اللي فات ان احنا بيبقى عندنا الشريط المثقب بيتم تثقيب الشريط على machine معينة بالcommands اللي احنا عايزينها بعد كده بتتحمل على الفاكرين الكمبيوتر القديم اللي احنا شفنا في الصور القبلي كده تتحمل عليه عشان يقرأها يفسرها للمachine عشان تنتج البر بيقول لك the reader at the machine performance no calculation or interpolation هي المachine اللي بتقوم بتنفيذ هذه الامر ده بالنسبة مين للنمريكال كنترول تعالى للنوع التاني اللي هو الكمبيوتر نمريكال كنترول اللي هو ال cnc الاول كان ال nc انا بكتب الكود على المachine و انا اللي بكتب الكود يعني الالفا نمريكو ده اللي أنا بكتب جيه هنا باية يقول ايه في cnc اللي بيحصل the idea of computer numerical is to position a computer right at the machine tool اصبح عندي فيه terminal ال terminal دي انا بدخل عليها البرنامج بتاعي و terminal مستقلة بقدر ادخل عليها البرنامج بتاعي وبقدر من خلال الخطوات اللي أنا بكتبها في البرنامج بسهولة جدا الاول كنت في numerical control كانت العملية very complicated ده انت عندك شريط مثقب خلاص انتهى التطقيب ضاع الموضوع كله وما قدرتش ترجع تعمل اي حاج انا 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 اصبح عندي الكمبيوتر الاندي بكتب فيها البرنامج اقدر عمل التعديل اللي انا عايز اقدر شلي البرنامج واركب برنامج تاني بسهولة اقدر اعمل الـ modifications whenever i need to make any modifications بقولني most of not all machine tools that are numerical the controlled rcnc machine tools يعني عايز يقولك كل machine tools دلوقتي اللي هي موجودة حاليا بالفعل كلها cnc machines بعد كده بنائل بنقول اي عندنا اللي هو direct numerical control dnc افرض ان انا عندي مجموعة من cnc machines عايز اعمل لها control دي اللي بنسميها بقى اي انا استطيع ان انا التحكم في اكتر من cnc machine واللي في ممكن هم يكونوا من نفس الطبيعة يعني كلهم cnc turning او cnc مي او مختلفين مش هتفرق بقولني direct control is a method where a single computer controls many numerical control machine tools these machine tools may or may not be of a similar nature يعني ممكن يكونوا من نفس النوع او مختلفين الرسمة اللي قدامنا دي بتوضح لي ادي dnc server اهو اخبالك بيعمل متحكم فكان ادي المشين الاولانية ودي المشين التانية ودي المشين التالتة ودي المشين الرابعة ودي المشين الخمس يبقى انا عندي هنا كده 5 machines وال5 machines عندي كمبيوتر واحد بيقدر يتحكم فيهم يبقى دين اللي بنسمي dnc machines شكرا نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى السلام عليكم ورحمة الله